من المتوقع أن تكشف شركة سامسونج عن هاتفي جالاكسي القابلين للطي Flip 5 و Full 5 بالإضافة إلى جهاز تابلت Galaxy Tab S9 وذكرت عدة تقارير أن سامسونج تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 26 من شهر يوليو القادم بينما يمكن طرح الأجهزة متاحة في المتاجر يوم 11 من شهر أغسطس بالنسبة لهاتفي جالاكسي Z Fold 5 من المتوقع أن الهاتف يتميز بتصميم أنحف بكثير عند طيه مقارنة بالسابق وتحدث التسريبات أن ثم تتركيزا من سامسونج تجاه مفاصل الطي في الهاتف لتقليل نسبة التجاعد في المنتصف مكان الطي وتخفيف وزن الهاتف أما من حيث الشكل والتصميم توقعت مصادر تقنية موثوقة أن يكون مشابها جدا لنسخة السابقة Z Fold 4 باستثماء تخفيف السماكة سيحتوي على شاشة خارجية أكبر مقاس 6.2 إنش بينما الشاشة الداخلية الكبيرة بنفس المقاس 7.6 إنش الأخبار سيئة أن مساربا تقنيا يؤكد عدم دعم الهاتف لكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل والموجودة في هاتفي جالاكسي S23 Ultra بالنسبة للمعالج سيأتي مع سناب دراجون 8 الجيل الثاني وتحديثات مهمة على واجهة مستخدم سامسونج للهاتف كما يحتاج الهاتف لتحسين قدرة البطارية لتلحق بالمنافسين أما عن هاتفي Z Flip 5 سيأتي بنفس المعالج القادم مع Fold 5 وهو سناب دراجون 8 الجيل الثاني بالنسبة للشاشة يحتوي الإصدار الحالي من Flip على شاشة مقاس 1.9 إنش لكن الشائعات تشير إلى شاشة أكبر قادمة وبمقاس 3.5 إنش وهذا يعني تقليل نسبة فتح الهاتف فالشاشة القادمة ستكون أكبر وأكثر كفاءة لعرض تفاصيل أكثر من الإشعارات وتنفيذ مهام أكثر ومن المتوقع تحديث عملية الطيب بتطوير المفاصل التوقعات تتجه إلى استبعاد عدسة بدقة 200 ميجا بيكسل الموجودة في جالاكسي S23 Ultra والاكتفاء بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل أو 108 ميجا بيكسل ورغم عدم توفر معلومات عن بطارية الهاتف وسرعة الشحن لكن هناك ضغط كبير على سامسونج لرفع قدرة البطارية وسرعة الشحن مقارنة مع جالاكسي Z4 العادية وإلى علم التابلت هذا الهاز الذي تراه تابلت S9 من سامسونج حسب تسريبات جديدة تؤكد الصور الجديدة أن تصميم الأساسية لجهاز تابلت S9 Ultra لن يكون مختلفا كثيرا عن سابقه أما الشاشة أموند مقاس 14.6 إنش بدقة 2960 في 1848 بيكسل ونوتش صغير يضم كاميرا أمامية مزدوجة ويدعم القلم وبطارية تبلغ 11200 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 وط ويدعم مقاومة الماء بمعيارية IP68 ومعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني وثلاث نسخ من مساحة التخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت ورامات 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت ترجمة نانسي قنقر